وفي الشأن الاقتصادي قال خبراء اقتصاديون إن البنك الدولي قدم أرقاما غير صحيحة عن الدين العام في العراق وبيّنوا أن هذه الأرقام تفترض أن موازنة 2023 ستنفذ بالكامل مما سيترتب عليها إضافة نحو 31 مليار دولار إلى إجمالي الدين العام ومن المتوقع أن لا تنفذ هذه الموازنة بشكل كامل خاصة بعد أن تم تأخير تنفيذها إلى شهر آب الحالي مما يطفي ظلالا من الشك حول مصداقية هذه الأرقام وأضافوا أن الديون الخارجية على العراق مع ديون الخليج المجمدة تبلغ 61 مليار دولار وليس 50 مليار دولار وبعد تنفيذ الموازنة بالكامل ستصبح نحو 70 مليار دولار أما الديون الداخلية تبلغ 70 تريليون دينار وعند تنفيذ الموازنة ستصبح 100 تريليون دينار أي نحو 77 مليار دولار وليس 102 مليار دولار أي أن الإجمالية سيكون 138 مليار دولار وليس 152 مليار دولار كما يقول البنك الدولي